يبدو أن لاعبي كرة القدم لا يحبون التوقف عن اللعب فإذا لم يكونوا يركضون خلف الكرة على العشب الأخضر يفضلون مطاردة وصياد الأعداء في لعبة الفورتنايت وهذا ما كان يفعله حارس منتخب الجزائر أليكساندر أوكيجا فتحولت اللعبة إلى فضيحة عندما ظهر خلفه زميله هارس بالقبلة يشاكسه ثم ينزع عنه سرواله مبديا مؤخرة يطبل عليها هذا الفيديو انتشر بشكل سريع في مواقع التواصل الاجتماعي ولا يعرف إذا كان بالقبلة كان يعلم بالتصوير بالكاميرا في هذه اللحظة وها هو ينحر زميله هارس بالقبلة لاعب جزائري فرنسي عفوا يجب أن أذهب إلى هناك هو لاعب فرنسي جزائري يستهر ضمن فريق براست إلى أن اختاره المدرب جمال بالماضي كلاعب وسط في المنتخب الوطني يقال أن بالماضي غضب بشدة من الفيديو وانتشاره طبعا وشعر بالإحراج لذلك ترك الأمر إلى حين انتهاء المقابلة الودية ضد بوروندي في الدوحة لكن بعد أن انتهت المباراة بالتعادل هدف لهدف هناك تقارير صحفية تقول أن اللاعب بالقبلة قدم اعتذاره للمدرب لكن من دون جدوى كما أنها لم تنفع أي تدخلات من خير الدين زدشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم للإبقاء عليه ضمن التشكيلة وصدر القرار بطرده مساء أمس من المنتخب بمن استبدلوه؟ استبدلوه باللاعب محمد بن خماسة وهو في لقطة من مقابلة سابقة ضد المنتخب البرتغالي الفيديو أحبط كثيرا من الجمهور الجزائري خاصة أنه أتى قبل أيام من بطولة كأس الأمم الأفريقية رامي يقول لك بابا قلي بالماضي علاش طرد بالقبلة؟ ما لقيت واش أقول له؟ فهربت هذا عادل حبيبه يقول كنا ننتظر من بالقبلة أن يفجر موهبته حتى فجر مؤخرته أما عبده يقول أي لاعب يقبل هذا الاستدعاء يعتبر إهانة في حقه كيفاش يعطوك بسبب للانضمام يتعلق بمؤخرة لاعب آخر؟ رحيم ويقول بعد كل هذه الفضائح يجب على بالماضي استدعاء اللاعب المصري محمد صلاح لنشر الأخلاق في المنتخب الوطني والتعلم من التجربة الأخلاقية ربما ستلقي المسألة بظلالها على المنتخب الجزائري الذي سيخوض المنافسات الأفريقية بعد أيام في مصر فهو في أمس الحاجة الآن للانضباط وتركيز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر